اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عديد الجرعات المعطى يقترب من ستة ملايين جرعة بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود برقية لصاحبة الجلالة الملكة لزبث الثانية ملكة المملكة المتحدة برقية عزاء قال فيها تلقينا بحزن بالغ نبى وفاة صاحب السمو الملكي الامير فيليب دوك ادنبرا ونعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديقة عن احر التعازي واصدق المواساة راجين ان لا تروا اي سوء او مكروعها كما بعث حفظه الله برقية عزاء مماثلة لصاحب السمو الملكي الامير شارلز امير ويلز قال فيها تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الامير فيليب دوك ادنبرا ونعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن احر التعازي واصدق المواساة راجين ان لا تروا اي سوء او مكروع كما بعث صاحب السمو الملكي الامير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء لصاحبة الجلالة الملكة لزبث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وانلندا الشمالية قال فيها تلقيت بكثير من الحزن والاسى نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الامير فيليب دوك ادنبرا واعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديقة عن بالغ التعازي وصادق المواساة راجيا لكم دوام الصحة والسلامة وان لا تروا اي سوء ولجلالتكم تحياتي وتقديري كما بعث سمو العهد برقية عزاء مماثلة لصاحب السمو الملكي الامير تشارلز اميري ويلز قال فيها تلقيت بكثير من الحزن والاسى نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الامير فيليب دوك ادنبرا واعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن بالغ التعازي وصادق المواساة راجيا لكم دوام الصحة والسلامة وان لا تروا اي سوء ولسموكم تحياتي وتقديري اعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة اطلقتها ميليشيا الحوثي الارهابية تجاه خميس مشيط قالت قوات التحالف ان محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين تعد جرائم حرب مؤكدة انها تتخذ الاجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الانسانية ايوا السادة دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع انحاء المملكة الى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الاحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم ام القرى وبينت المحكمة في اعلانها انه نظرا الى ما تضمنه قرار المحكمة بتاريخ الثالث من شعبان من عام 1442 للهجرة من انه لم يشهد احد برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رجب رغم ترأيه بسبب ما شهدته تلك الليلة من اجواء مغبرة على المراصد فان المحكمة العليا ترجو ممن يراه بالعين المجردة او بواسطة المناظير ابلاغ اقرب محكمة اليه وتسجيل شهاداته اليها او الاتصال باقرب مركز لمساعدته في الوصول لاقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على التراءي الاهتمام بالامر والانضمام الى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض واحتساب الاجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع العام لعموم المسلمين اعلنت وزارة الصحاء تحت اخذ لقاح كورونا مباشرة بدون حجز موعد في تطبيق صحات للفئة العمرية من خمسة وسبعين عاما فاكثر من خلال التوجه الى اقرب مركز تطعيم في كافة مناطق المملكة اما عن احصائيات فيروس كورونا في المملكة فقد سجلت وزارة الصحة اليوم تسعمائة واربع اصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد المؤكد في المملكة الى ثلاثمائة وستة وتسعين الفا وسبعمائة وثمان وخمسين اصابة من بينها سبعة الاف وثمانمائة وثلاث وعشرون حال نشطة معظمهم حالتهم مطمئنة لكن هناك ثمانمائة وثمانين وتسعين حال الحرجة ايضا تم تسجيل خمسمائة واربعين حال متعافية ليصل عديد المتعافين ولله الحمد الى ثلاثمائة واثنين وثمانين الفا ومئة وثمانين وتسعين حالة فيما سجلت الوزارة تسع حالات وفاة جديدة ليبلغ اجمالي الوفيات ستة الاف وسبعمائة وثلاثين حالة وفاة رحمهم الله هذا وقد اقترب عديد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا في المملكة الى ستة ملايين جرعا ولازلنا في اخبار كورونا حيث علقت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد اليوم الدخول الى سبعة مساجد مؤقتا في اربعة مناطق بعد ثبوت سبع حالات اصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين وصل مجموع المساجد التي تم تعقيمها والغاء تعليق الدخول اليها خمسمائة ومسجدين في طار الحرص على سلامة المصلين ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالاجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين الى ذلك اكدت وزارة الحج والعمر اطلاق تطبيقي اعتمرنا وتوكنا بنسختهم المحدثة وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي توتيح النسخ المحدثة للمواطنين والمقيمين طلب اصدار وحجز تصاريح العمر والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك وستكون التصاريح حصرية على تطبيق توكنا يأتي هذا التكامل التقني بين التطبيقين مع قرار رفع الطاقة التشغيلية في المسجد الحرام والتحقق من السمات الامنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصيل له كما اكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة ننتقل الى خبر بخصوص كورونا ايضا ولكن في المانيا حيث اكد وزير الصحة الالماني يانس باند مساعي بلاده لاجراء محادثات مع روسيا بشأن امكانية شراء لقاحها سبوتنيك في المضاد لفايروس كورونا الوزير الالماني اكد ان برلين ستتحدث مع موسكو بشكل ثنائي للاتفاق على اللقاح الروسي واجازته في المانيا مشددا على ضرورة الحصول اولا على موافقة وكالة الادوية الاوروبية على اللقاح ولم يرخص سبوتنيك في في الاتحاد الروبي بعد لكن وكالة الادوية الاوروبية ومقرها في امستردام بدأت بمراجعته وهي خطوة مهمة لترخيصه بعد هذا الاعلان قالت السلطات الروسية انها مستعدة لتقديم اللقاحات الى خمسين مليون اوروبي اعتبارا من يونيو القادم الى ذلك اعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل نحو مائة واثنين وثلاثين الف حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا في زيادة قياسية لليوم الثالث على التوالي وسجلت سبعمائة وثمانين حالة وفاة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ليصل العدد الاجمالي الى اكثر من مائة وسبعة وستين الف حالة وتعد الهند ثالثة اكثر دول العالم تضررا من الجايحة بعد الولايات المتحدة الامراكية والبرازيل وقد تجاوزت حالة الاصابة فيها ثلاثة عشر مليون واكثر من ستمائة الف حالة اصابة الى ذلك حذرت دول صناعية كبرى من خطورة استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وكذلك على الدول الضعيفة التي يتفشى فيها الفقر التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا ما تزال تلقي بثقلها وان كانت بنسب متفاوتة ففي الدول الغنية كالمانيا اعرب وزير اقتصادها بيتر ايلتماير بان الوضع الراهن لا يزال خطيرا واكد ان تحقيق تقدم سريع للتطعيم والاستخدام الدؤوب للاختبارات السريعة في هذه المرحلة من الجائحة هي امور حاسمة للنهوض الاقتصادي بوجه عام مشيرا الى ان الشركات تلعب دورا مهما فيما يتعلق بتكثيف الاختبارات والكشف المبكر لحالات العدوى ومنع المزيد من الانتشار للفيروس بدوره قال جيرون باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الامريكي ان التعافي الاقتصادي لبلاده يسير بشكل ايجابي نتيجة حزم المساعدات المالية والدعم الكبير لبرنامج تطعيمات كورونا محذرا من مخاطر عودة ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس وتأثيره على جهود التعافي اللجنة الدولية للسياسة النقدية التي تعمل كهيئة استشارية لصندوق النقد الدولي حذرت من ان الازمة الناجمة عن الجائحة يمكن ان تسبب زيادة في حدة الفقر وانعدام المساواة في العالم في حين قالت منظمة العمل الدولي ان 26 مليون وظيفة فقدت بسبب الجائحة في امريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتشهد الامريكيتان وخاصة قارة امريكا الجنوبية حاليا اعدادا كبيرة من الاصابات بفيروس كورونا بشكل مقلق وفقا لمنظمة الصحة للبلدان الامريكية نتقيكم بعد هذا الفاصل اهلا بكم مجددا تمكنت الدوريات البرية والبحرية في حرس الحدود بقطاعي رابغ وجدة من احباط محاولة تهريب اكثر من 245 كيلو جرام من مخدر الهروين في جدة ورابغ واضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مصر الجرين انه تم استكمال الاجراءات النظامية وتسليم المهربات للجهات المعنية واكد ان رجال حرس الحدود مستمرين في التصدي بكل حزم لمحاولات التهريب كافة ومعا على الهاتف المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مصر الجريني اهلا بك ما هي تفاصيل هذه المدهمة سهلا وسهلا بكم الله في البداية نسي عليكم على الأخوة المشاهدين الكرام واشكر لكم هذا الاهتمام وهذه المتابعة غير مستغربة منكم والتي عودتونا عليها في كل منجز ومنجزات الحرس الحدود الحمد لله كما ذكرت حققت وزارة الداخلية منجزا أمنيا جديد ممثل بكطاع حرس الحدود في سلسلة إنجازاتها المتوالية والمتابعة الأمنية الدقيقة لنشاطات هذه الشبكات الجرامية التي تنتهي منتاج تهريب المودة المخدرة المملكة وتستهدف طبعا أمن الوطن والشباب ومقدراته بفضل الله تمكنت كما ذكرت أخوي الكريم بالدارية البرية والبحرية لكطاعي رابط وجدة من إحباط محاولة تهريب مئتان وخمسة واربعون كيلو وسبعمائة كرام من مخدر الحروين منها أربعة وثلاثون كيلو وخمسمائة كرام تم ضبطها بكطاع رابط ومئتان وحدة عشر كيلو ومئتي كرام تم ضبطها بكطاع جدة وتم استكمال إجراءات النظامية هل كانت مرتبطة الحالتين أقيد المسبر هل مرتبطة ببعضها أم هذه مستقلة عن هذه الخبر أو البلاغ كان عن المجموعتين في وقت واحد صحيح كانت في القضية في وقت واحد وكما نسمى استكمال الجراءات النظامية كالمعتاد تسليم المهربات هل المهربات من خارج المملكة أقيد نعم صحيح من الحدود البحرية في المملكة نعم يعني من أي دولة كانت قادمة طبعا في بعض التفاصيل التي لا زالت جاري التحقيق فيها واستكمال إجراءات النظامية في مثل تلك الحالات حين تكتمل يعني التحقيقات والأمور هذه وتكتمل كامل الأطرافها ستعلم في حين هذه المهربة إن شاء الله ذكرتم أنكم طبعا استكبلتم الحصول على هذه المخدرات مصيرها طبعا الحرق هل هذا بنهاية التحقيق أم فعليا يقم بشكل مباشر هذا يتم بعد الانتهاء جراءات التحقيق مع الاجهات المعنية الأخرى مع حرص الحدود بعد ما تنتهي الاجراءات تتم تسديم هذه المهربات لاجهات المعنية وهي دورها تقوم بتكملة جراءاتها من قبلها نعم المتحدث الرصبي لحرص الحدود العقيد ميستر غريني شكرا لك تبدو المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غدا السبت عند الساعة الثانية ظهرا الاختبارات التجربية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ وللمزيد حول هذا الموضوع انضموا هاتفيا معنا المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي أهلا بك محمد حدثنا عن هذه المنصة الوطنية وما هو دورها وأين ستنفذ هذه التجربة المنصة الوطنية هي وسيلة تقنية من وسائل الدار مبكر في حالات الطوارئ وهي مواكبة للتقنيات الحديثة وهي تعمل بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أليتها يتم إسار رسائل تحديدية باستخدام خدمة البث الخلوي إلى الواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة في منطقة جغرافية محددة بحيث تكون على شكل نغمة صوتية مميزة وهو ظهور نص أو رسالة المراد إيصالها في هذه الحالة الدفاع المدني عمل على البدء في مراحل اختبار لهذه منصة منذ منتصف فبراير الماضي يوم غدن تشتكمل أعمال الاختبار من خلال تنفيذها في منطقة الرياض بكافة مدنها ومحافظاتها في تمام الساعة الثانية ظهرا أيضا يوم الأحد الموافق 11 أبريل بعد غدن ستنفذ التجربة في منطقة مكة المكرمة بكافة مدنها ومحافظاتها ويوم الأثنين الموافق 12 أبريل ستنفذ التجربة في المنطقة الشرقية بكافة مدنها ومحافظاتها جميع التجارب سوف تكون في تمام الساعة الثانية ظهرا وسوف يسبقها رسائل نصية للتنوي حيال اعتزام تنفيذ الاختبار على المنصة وتهيئة وإحاطة الجميع بعد حصول هذا الانذار ما الإجراءات أو ما هي الخطوات التي افترض على المستقبل الرسالة أن يفعلها بعد تنفيذ الاختبار سوف تصل رسالة نصية اسمه لكافة الهواتب التي خضعت الاختبار واستقبلت التجربة هذه الرسالة النصية تتضمن رابط اشتبيان نتمنى من الجميع التفاعل والتعامل مع هذا الرابط لتعبية الاشتبيان وعلى ضوءه يتم تقييم التجربة نعم مقدم محمد كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك رأست المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاجتماع الاقليمي التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بحضور أكثر من ثلاثمائة ممثل من مختلف دول العالم والذي يهدف إلى تعزيز المواقف بين الدول الأعضاء المشتركة والمواقف المشتركة وكذلك الاتفاق على القضايا الرئيسة بالإضافة إلى استعراض الخطط الاستراتيجية والتشغيلية بين الأعضاء المشتركين أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد موثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا أمس حفلة تجشين لبرنامج هدية الملك للتمور في شهر رمضان المبارك لعام الفين بل الف واربعمائة واثنين واربعين للهجرة بالملحقية في كوالا لنبور وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود قطان أن البرنامج يعد لبنة من لبنات الخير والبركة في هذا الشهر شهر رمضان الذي يقام حول دول العالم من بينها مملكة ماليزيا كما باشرت وزارة الشؤون الإسلامية توزيع ثمانية أطنان من هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لمسلمي البوسنا والهرسك المزيد في هذا التقرير أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة البوسنية سريبو حملة تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود لتوزيع التمور على مسلمي البوسنة ومع أول انطلاقة لهذا المشروع تم توزيع ما يقرب من ثمانية أطنان من التمور وكان موقع المشيخ الإسلامي في جامع الاستقلال في سريبو المحطة الأولى لهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور حيث لم يتوقف عطاء المملكة التي تبنت احتياجات الشعوب المسلمة في أسقاع الأرض رغم جائحة كورونا التي أصابت العالم وأدت إلى توقف الكثير من المشاريع وبهذه المناسبة نوه ممثل المشيخ إلى جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرامجها التي تخدم الإسلام والمسلمين بسم رئاسة المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك وجميع المسلمين أنتهزوا هذه الفرصة ليتقدم بخالص الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية الصديقة وقيادتها الرشيدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين على هذا التبرع القيم وهي أجمل هدية نحصل عليها بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وأسأل الله أن يتقبل منكم وأن يرزقكم كل خير أود أن أشكر المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية على هديتها من التمور وهذه ليست المرة الأولى حيث قدمت لنا مثل هذه الهدية في السنوات الماضية لقد قمنا في شهر رمضان المبارك من العام الماضي بتوزيع 500 طن من الأغذية ونحن على يقين بأن هذا الدعم من التمور سيحسن من جودة السلال الغذائية في شهر رمضان الكريم هذا البرنامج الذي يعد امتداداً لما تليه قيادة المملكة من خدمة للإسلام وتجسيداً لدورها الإنساني والرياضي في خدة المسلمين تحسست أيضاً احتياجات مطبخ الفقراء في صريبو والذي يقدم وجبات الطعام اليومية لعشرات المحتاجين على مدار العام باسمي وباسم مجلس إدارتنا في هذا المطبخ الخيري وباسم هذا الشعب الذي يتلقى وجباته الغذائية هنا أتقدم بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية التي تتذكرنا ليس في شهر رمضان فقط وإنما في كل الأوقات ونترقب دائماً وبكل شوق وصول هدية التمور وأشكر أيضاً وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة وجميع الجهات التي تهتم بتقديم دعم لشعب البوسنة في كل محطة من محطات توزيع التمور كانت تسمع عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والدعوات في أن يديم الله على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها لحضورها الفاعل في جميع المناسبات الإسلامية مع أشقائها وتلمس احتياجاتهم إلى الميدان اليمني حيث أعلنت قوات الجيش اليمني دحر ميليشيات الحوث الانقلابية من عدة مواقع غرب محافظة مأرب مصادر عسكرية في الجيش الوطني اليمني أفادت بأن قوات الجيش مسنودة بتحالف دعم الشرعية شنت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من صد ميليشيات الحوث الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الكسار غربي محافظة مأرب أسفرت الهجمات عن سقوط عشرات القتل وجرحة في في الصفوف الميليشيات كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية جمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب وفي تعز نفذت قوات الجيش اليمني عمليات هجومية مباغتة ضد الحوثيين في حيفان كما ضيقت الخناقة على هذه الميليشيات في جبهة الأحكوم والتي تشهد للأسبوع الثالث على التوالي معارك يخوضها الجيش اليمني كبدت فيها الميليشيات الإقلابية خسائر فادحة في العتادي والأرواح أعلن القصر الملكي البريطاني اليوم وفاة الأمير فيليب دوغ أدنبرا زوج الملك الإيزابيث الثاني عن عمر يناهز التاسع والتسعين عاما وقد حضي الأمير فيليب على مدى أكثر من سبعين عاما باحترام واسع النطاق خارج وداخل بلاده وقد لعبت شخصيته دورا مهما في المسؤوليات التي اطلع بها في الكثير من القضايا ولم يعتزل الأمير فيليب الحياة العامة إلا في عام الفين وسبعة عشر بعد مشاركته في أكثر من اثنين وعشرين ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في عام ألف وتسعمائة واثنين وخمسين ينحدر الأمير فيليب المولود في اليونان من أصول ملكية يونانية وديناماركية أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تعلق آملا كبيرة على محادثاتها مع النظام الإيراني بشأن برنامجها النووي لكنها دعت في الوقت نفسها طهران إلى استئناف سير هذه المحادثات والعودة للامتثال للاتفاق النووي مقللا من حجم التوقعات بشأن المحادثات النووية مع النظام الإيراني في فيينا أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس أن برنامج طهران الصاروخي وانتهاكاته لحقوق الإنسان ودعمه للإرهاب والميليشيات التابعة له تشكل تحديات كبيرة لواشنطن وشركائها في المنطقة مبينا أن بلاده ستواجه هذه التحديات من خلال استمرار العقوبات على طهران نيت برايس توقع استئناف محادثات فيينا الأسبوع المقبل رغم احتمالات فشلها المخاوف من سياسات النظام الإيراني العدوانية عادت إلى الواجهة بعد خبر الإفراج عن ناقلة نفط كورية جنوبية كان يحتجزها طوال ثلاثة الأشهر الماضية الحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أكدت الإفراج عن الناقلة التي احتجزت كوسيلة ابتزاز للإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية على خلفية برنامجها النووي وكانت سول أعلنت في مارشل ماضي أنها توصلت مع طهران إلى اتفاق يتيح الإفراج عن هذه الأموال لكن الولايات المتحدة سارعت إلى إعلان رفضها لهذا الاتفاق معتبرة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين أن أي إفراج عن أموال إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية لا يمكن أن يتم قبل أن يعود النظام الإيراني إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي استبعدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الخيار العسكري لمنع أثيوبيا من مواصلة مشروع بناء سد النهضة الضخم على النيل الذي يثير توترا حادا مع الدول المطلة على هذا النهر أكدت مصادر مطالعان سودان بصدد تقديم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي تتعلق بالنزاع على سد النهضة يوضح فيها المخاطر التي تهدد أمنه وسلامة مواطنيه ومنشآته المائية مقابل التعنت الإثيوبي الرافض لتوقع اتفاقية قانونية ملزمة والإصرار على إكمال الملء الأحادية وفي سياق المتصل دعت واشنطن مصر وسودان وإثيوبيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لحل أزمة سد النهضة وأعلنت رفضها أي إجراءات أحادية الجانب أيها السادة إليكم أبرز ما جاء في هذه النشرة قوات التحالف تدمر طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوث الإرهابية تجاه خميس مشيط المحكمة العليا تدعو إلى تحاري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد المقبل وزارة الصحة تؤكد أن لقاح كورونا دون موعد لمن هم قد تجاوزوا الخامسة والسبعين عاما وجرعات المعطاة قد اقتربت من ستة ملايين جرعة قو في سلام وأمان أذكركم بالالتزام بتلك الإجراءات التي هي بعون الله وقايا وأمان نلتقيكم عند الثانية عشر والنصف من هذه الليلة إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة